السلام عليكم يا احلى واغلى متتبعين كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير كيف العادة ويلقاكم هاد الافيديو في احسن احوال ويكون داز نهاركم على خير ان شاء الله كيف ما كتشوفوا معايا فانا اليوم غادي نوجد معكم ان شاء الله هاكا صندويشات سهلين ما كي ياخدوش مننا وقت يعني كيجيو هاكا في حد الوقت اللي سريعة جدا كيف ما كتشوفوا معايا فانا غادي نحتاج لهاد العجين الاول ديال هاد صندويشات واحد كمية ديالتقيق نصف كأس زيت نباتية عندي معلقة صغيرة ديال الحليب المجفف او نيدو واحد الخمارة للحلويات معلقة صغيرة تسكر شوية ديالملح والماء لي جمع العاجين فانا ما غاديش نحتاج بزاف ديال الماء والعاجين كيبقى ارطب فانا غادي نبدأ نجمع العاجين كيف ما غادي نشوفوا معايا اول حاجة فانا كنبغي نشكر بزاف المتتبعات الغاليات اللي صارحة كيف اجؤوني بالرسائل الجميلة ديالهم اللي كيجربوك على الوصفات اللي كنحضر معكم فانا كنكقول لكم شكرا بزاف وشكرا لناس ديال الشمال لي كيوصلوني المساجات ديالهم شكرا بزاف وشكرا لناس ديال الغرب شكرا بزاف لكل المتتبعات وتحت اللي كانساهم فأنا كنقول لكم شكرا بزاف على التواصل وعلى الرسائل الجميلة والتعليق شكرا لكم بزاف بالنسبة للناس اللي ما زال ما اشتركوش في القناة فأنا دائما كان عاود هذا الجملة كنقول لكم اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد إن شاء الله بعد مجموعة العجين كيف ما كتشوفوه فهو كرطب وخصني لكم زيان كيف ما كتشوفوه عادي نقطعوا واحد هكا كورات صغارين كل واحد غد يقطعوا على الحجم اللي بغيه يعني ممكن دره متوسط أو صغير أو كبير فأنا كنخليه صراحة متوسط ولكن ممكن نصغره حسن من هكا باش كنقدروا نشكلوه على الطريقة كيف ما بغينا فأنا هكا كنشكلو كورات صغارين متوسطة للحجم كنكمل بنفس طريقة هكا كورات صغيرة أو متوسطة ومن بعد غادي نغطي هكا كابسولو فان ونخليه يرتاح فصارحة الوصفة ما كتاخدش وقت بزاف كيف ما كتعرفو كي تجيش وقيتها اللي كنكونوا موجدين شي حاجة وكن بغيو نساوبو شي حاجة في آخر لحظة فهات الصندويشات بالنسبة لي كيجيو سهلين ما كياخدوش وقت يعني كنساوبو بوحد طريقة اللي سريعة وكتكون نتيجة ديالهم زوينة صراحة كيجي الماداق ديالهم زوين والناس اللي كيتوحشو هكا الصندويشات ديال الزنقافة ممكن حنا نصاوبوهم بيد دينا كيف ما كتشوفو كل شي ساهل يعني خاصنا غير من شوية ديال الإرادة والعزيمة وحنا في هاد الحجر المنزلي كيف ما كنعرفو كاملين خاصنا ضروري نوجدو بزاف ديال الحاجات بيد دينا من ها كنتلاها ومن ها كنوجدو العائلة ديالنا هكاش هواد زوينين وفي حال هاد الصندويشات فهما كيبغيوهم الاطفال بزاف وفيهم البطاطس فكتكون صراحة الماداق زوين بزاف كيف ما كتشوفو انا غادي نخليهم يرتاحوا شوية من بعد ما خليتهم 11 دقائق ارتاحوا باش يساعدوني هكا فاش نبغي نطلقهم كيف ما كتشوفو فانا كالرش شوية ديال دقيق وكان بداك نطلقها كابد لها كغيب شوية باش كنحاول نجيبها على شكل دائري الحجم ديالهم ما كيكونش رقيق بزاف وفي نفس الوقت يعني ما كيكونش غلادي يعني متوسط كيف ما غادي نتشوفو معايا فانا اسبق لي يوجدت معاكم نفس هاد الوصفة لكن دب هنا كين طريقة شوية مختلفة انني غادي نستخدمهم او غادي نوجدهم غير في الميقلات يعني هاد الخبز ديال الطاكوس فانا غادي نطيبو في الميقلات وفي الاخر عب تاني غادي نطيبو في الميقلات كنكمل بحال هكا وفي هاد الوقتها كنكون نزلت الميقلات ديالي تسخن واحد شوية يعني خاصها تكون شوية سخونة وفي الطياب كنرد معاهم البال حيث العجين كيكون شوية رقيق يعني ضغية كي طيب والميقلات عتكون سخونة لكن النار عتكون هادئة يعني متوسطة قريبا كيف ما كتشوفو انا نزلت الخبز ديالي كي طيب في الميقلات كنحاول نقابله ونقلبو مرة 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 صراحة را ما كياخدش صراحة هاد الخبز وقت بزاف فهو ضغية كيوجد وكيكون خفيف يعني ما سخافوش منه نهائيا كيكون خفيف وزوين فانا غد ينكمل بنفس طريقة العجين اللي عندي دائما كنحاول نرش شوية ديال دقيق باش العجين ما كتلسقش ليه فانا كنا نحرك العجين كيف ما بغيت يعني ما كتلسق وكتبقى احتفش كطيب ونبغي نستعملها باي طريقة نطويها فهي كتساعدني ما كتقطع ما احتى حاجة بالنسبة للحشوة فانا غدي نحتاج كيمية ديال الكفتا او اللحم المفروم عندي بطاطس لقطعتها هكا مربعات وغدي نقليها عندي واحد بصلة كبيرة لقطعتها بهالطريقة عندي شوية ديال ربيع عندي واحد شوية ديال سوس طماطم قطع ديال زيتون وعندي هكا فروماج وغدي نحتاج شوية ديال الملح وليبزار وزيت زيتون او زيت نباتية فانا ناخد هكا الميقلات ديالي غدي نستعمل جوج يعني باش نكون سريعة شوية غدي ندير ليهم شوية ديال بنسبة البصلة غدي ندير ليها شوية ديال الملح وليبزار لكي الكفتا فانا غدي ندير ليها غير شوية ديال الملح وزيت غدي ننزلهم هكا يتشحروا واحد شوية والبصيلة ديالي خاصها تنزل كيف ما كتشوفوا فانا غير البصيلة اللي درت لها ليبزار بالنسبة لكفتا انا ما درت شلي بزار درت لها غير شوية ديال الملح وشوية ديال الزيت كيف ما كتشوفوها هي بدات كدبال البصيلة كنحاول نقابلها باش ما تتحرقش ويبقال لون ديالها مزيان من بعد ما كتبضت طيب البصيلة فانا كنضيف لي هاداك شوية ديال قصبرو المعنوس انا كنقلي البطاطا ديالي انا خصاريت نقطعها هكا مربعات كيبقال لكم الاختيار من بعد ما وجت الخبز فكيف ما كتشوفو خبز طاكوس كيكون هكا خفيف فانا غدي نبدأ نعمره قدامكم اول حاجة كندير هكا سوس طومات ممكن نعوضه باي سوس بغينا يعني كتبقى اختيارية هكا هنحاول ندر هكا شوية ديال الموطار ممكن ندر سلصة الحار يعني كيبقال لكم الاختيار هكا هكا هنزل ديال بصيلة مع شوية ديال الكفتة في الوسط كنزيد البطاطا بحل هكا وفي الآخير شوية ديال فروماج بالنسبة للطيف فأنا غاد ينصوبها بهالطريقة اللي كتشوفوه لكن كل واحد يمكنه يدير اي طريقة بغا في هذا الوقت انا را نزلت المقلاد ديالي كتسخون اللي غاد ينطيب فيها ممكن ديرو فبانيني ممكن طيبو غير هكا بهالطريقة يعني كل واحد والطريقة اللي بغا فأنا تانية غاد ينصوبها معكم بطريقة مختلفة ممكن تستعملو حتى هالطريقة كتجيمزية ما صراحة وتشكل ديالك يبنزوين دائما كنبدأ بصوص طومات كندير شوية هكا ديال الموتارد شوية ديال بصيلة مع الكفتان بطاتيس في حال هكا في الاخير كندير شوية ديال فروماج صفي كنصدها في حال هكا وغاد ينطيبها بنفس طريقة أنا استعملت هاد المقيلة هكا فيها بحال هاد الخطوط اللي الفانيني فهي كتجي صراحة زوينة بزاف كتجي مقرنشة غادي يتعجبكم أكيد إن شاء الله هاد الوصفة فأنا غادي نكمل بالطريقة الأولى اللي استعملت كنت نسيت زيتون من قبل لابا أنا عدرتو كنزيدو الفروماج وكنا عاود نسدها بهالطريقة فصراحة طريقة سهلة بزاف ما كتتاخدش وقت نهائيا وأنها كيف ما تقبل السرعة ديال هاد الوصفة أنها ما كتتعطلش يعني هكا لنا بزاف صفي في الأخير كنضيف زيتون وهكا الفروماج وكنجمعها بنفس الطريقة كيف ما قلت المقلات كنكون سخنتها أول مرة من بعد فاش كنكون كي طيبو من الأحسن نتقل عليهم هكا بواحد الغطاية ديال الكوكوت أو مهم شي ها بتاع شي طبيصل أو شي حاجة كيبقى هادا هو الشكل ديالهم فهو ما صراحة كيجي وزوينين بزاف وشكيل ديالهم كيف ما كتشوفوا من بعد ما كيطيب كيجي مجموع تنتمنى هاد الافيديوين لإعجابكم وشكرا لكم بزاف وبصحة والراحة ونتلقوا فيديو جديد إن شاء الله